إلى الياء تقدم الخدمات الكاملة لليتيم وب300 ريال تكفى اليتيم مدى الحياة فخدمات تذكر فتشكر من جمعية رؤوم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافي اليتيم كهتين في الجنة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم القائم على الأرمنة والمسكين كالصايم لا يفطر وكالقائم لا يفتر فكلنا نريد أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا نريد هذا الأجر العظيم وهذا الوقف في أفضل بقع الأرض في بيت الله الحرام وأجره مستديم ودائم يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث وولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به وصدقة جارية وهذه الصدقات المباركة في هذا الوقف السابق ما كان أحد يستطيع أن يكون عنده وقف إلا التجام الآن هيئ لنا أننا نشارك بسهم ولو قريب فما بقي إلا أيام قلائل فإن شاء الله نسمع إن شاء الله بإذن الله في هذه الأيام إن شاء الله اكتمال هذا الوقف وصلنا يعني مراحل متقدمة ما شاء الله يعني في الثمانينات ما شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميع الأعمال يعني هذا العمل العظيم الإنسان يتمنى أن يدخل الجنة ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وعندما تقدم هذا المال أغلى شيء عندك ترى من الأشياء الغالية عند النسان هذا المال ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج على أصحابه قال أيكم أحب إليه ما له أم مال أبنائه؟ قالوا يا رسول الله كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابن آدم ما قدمت وما لوارثك ما أخرت فعندما أنت تقدم هذا تقدمه لنفسك اليتيم ليس محتاج لك بل أنت الذي محتاج لهذه الصدقة ولهذا التبرع نسره سبحانه وتعالى نجعله في ميزان حسناتكم فنفتح الآن التطبيق الراجحي والأحسابات على الشاشة موجودة ونقدم لله سبحانه وتعالى الذي لا يستطيع ينشر لعل أحد الناس ينظر هذه الرسالة ويتفاعل معها ويكون كمال الوقف على يده ويكون الأجر للجميع بإذن الله الدال على الخير كفاعله معنا أبو عبير معكم طيب لو تعطينا مشاركة بسيطة عن اليتيم جمعية رؤوم لا حق علينا وهذه الأيام القلائل بقت نريد إن شاء الله بإذن الله جمهورنا يتفاعل معنا ويقول أنا لها ويغطي هذا الوقف بإذن الله عطنا مشاركتك يا حلو والله جميل الإنسان أنه يقرض الله قرض حسن يا سلام ثم يجده يوم القيامة أمامه يا سلام من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وآيات القرض في القرآن كثيرة وآيات التي تدعو إلى الصدقة والكثيرة أيضا فالإنسان يتصدق من الآن ويقدم لآخرته من الآن يا سلام واليتيم له حق كما ذكرت يا أبو عبد العزيز أن اليتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا كافل اليتيم كهاتين يعني أنت ترافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة تكون في رفقة خير البشر صلى الله عليه وسلم فكل إنسان لا بد أن يضع له بصمة في حياته ويقدم لله سبحانه وتعالى أجر والحسنة بعشر أمثالها ويضاعفها الله إلى مئة ضعف يعني عندما تأتي أو تكفل يتيم أنت تظن أنك كفلت يتيم واحد لكن أنت الله سبحانه وتعالى يضاعف لك في هذا الأجر ويجعله أضعافا كثيرة حتى أنك تأتي يوم القيامة بعضهم يأتي يوم القيامة ليس له حسنات فيجد أنه وضع ادخر شيئا من حياته أو من ماله في زمن الرخاء إلى زمن الشدة فعندما يأتي يوم القيامة يجد هذا الشيء أمامه عند الله سبحانه وتعالى فلابد للإنسان أن يجاهد نفسه طبعا المال أحيانا يكون صعب على النفس أنها تخرج المال لكن دائما الصدقة عندما أنت تصدق الله المتصدقين بشكل عام كل ما تتصدق الله يعوضك أضعاف مضاعفة فلا تظن أنك عندما تتصدق أنك أنت تصدقت لليتيم بمالك اليتيم ليس بحاجتك أنت بحاجة اليتيم لأن اليتيم هو سيعطيك حسنات عندما تكفى اليتيم اليتيم يجعلك رفيق للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اليتيم إذا أردت أن ترافق النبي صلى الله عليه وسلم تصدق على هذا الوقف الجميل الذي هو وقف اليتيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المصدقين اللهم آمن والصدقة باب من أبواب الجنة باب الصدقة يدعوك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من باب الصدقة فأنت تختار الأبواب تدعى من باب الريان لأن لك الأجر مثل أجر الصائم يا السلام إذا أنت صدقت وأجر القائم يا سلام هذه فيها معاني كثيرة أنك تجد أجور عظيمة ليست صدقة فقط وإنما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرك أجر الصائم والذي لا يفطر تخيل أنك تصوم الأعوام كلها والسنين كلها والدهر كله يا سلام والقائم الذي لا يفطر تخيل أنك تقوم الليل من أول إلى آخر كل يوم ولا تفطر ولا تتعب وفي الصيام صلاة وفي الصيام صدقات وفي الصيام يعني الصيام ليس صيام بس عن الأكل والشرب لكن الصيام في عبادة فيها كثير من العبادات والقيام أيضا عبادة فيها كثير من العبادات فيها قراءة قرآن فيها تسبيح فيها دعاء لله سبحانه وتعالى فيها قراءة الفاتحة فيها أجر القرآن لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف ويضاعف الله سبحانه وتعالى هذه الحسنات إلى أضعاف مضاعفة ما أدري كنترول لو سمح لنا وعطانا مثلا اتصالات فتح لنا اتصالات المتبرعين لهذا الوقف ودنا نفرح نحن جميعا وإياكم الذي يريد أن يكون سبب خير للمشاهد وسبب خير على اليتيم إن كانوا أذنوننا وعطونا يفتح الكنترول لنا بعض الاتصالات من المتابعين مشاركاتهم في وقف اليتيم يعني صراحة أخذنا وقت جميل استمتعنا معكم جلسنا مزحنا ضحكنا لعبنا جلسنا مع أكبر مقاول عندنا اليوم ودنا يا الله تكسر الدنيا يا رشيد ودنا كذلك أن اليتيم يفرح معنا إن شاء الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله شوف ضرب الله سبحانه وتعالى مثل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة حبة واحدة إن ترميتها في الأرض يا سلام كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يا سلام حبة أنبتت سبع سنابل شوف سبع سنابل من حبة إلى سبع سنابل مثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبولتين مئة حبة يعني عندك سبع سنابل في كل سنبولتين مئة حبة سبع مئة والله يضاعف لمن يشاء يا سلام تضاعف كم عدد المضاعفة من الملك ملك الملوك أضعاف كثيرا والله واسع عليم أبروان حبيبي أبروان ما لنا غنات عن مشاركتك ما لنا أخوض بأيدي سأشرب دلة إن كنت في فنجانها ستصب لي يا سلام الله ما فهمت قبل ما أبدأ عن الكلام عن الوقف بعطوا الشباب الجفيدة أو البيتين هنا هذا شاعر كان في الطيارة وكان يقدم لها المضيف صب لها القهوة على يدها اليمين امرأة